برعاية الاتحاد العام للفنانين التشكيليين وبالتعاون مع كلية الفنون الجميلة افتتح معرض في صالة الشعب بدمشق لخريج كليات الفنون الجميلة قسم التصوير لعام 2021-2022 المعرض تضمن حوالي أربعين لوحة غالبيتها كانت بالألوان الزيتية جسدت كل معاني الإنسانية التي تؤثر في الذات البشرية وتعطي إحساسا بأن اللوحة تتكلم مجسدة أحاسيس الألم، التعب والقلق وغيرها من الأحاسيس التي تعطي تأثيرا معنويا لمن يشاهد تلك اللوحات طلاب التخرج هدول طلاب قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق هي بالفعل باكورة أعمالهم لأنه بمشروع التخرج نحن نفتح المجال أمام تفكير الطالب أنه كيف بده يفكر هو كيف بده يبدأ بقى بالحياة العملية وهي النقطة المهمة اللي كانت عند كل طالب أنه بده يستقبل بقى الموضوعات الهامة الخاصة به بشكل شخصي ويتفاعل معه ويتعامل معه حسيا وعقليا من أجل أنه يحصل لعمل فني فيه شيء من الأكاديمية اللي هي بده تخرجه بهذه الطريقة وفيه شيء بقى من طبيعته الخاصة اللي هو بده يقدمه على صعيد الشخصي وهي كانت اللي عم تظهر بالمشاريع لذلك عم نشوف مواضيع متنوعة مختلفة غير المعرض الفردي اللي بيكون بمجموعة أو واحد خاص فيه بهذا الاتجاه لوحاتي بيحكوا عن مرض خصصت تحديدا مرض السرطان جسدت فيه كيف الواحد بيمرأ بمراحل المرض شو الحالات بتطرق على وشه على الشعر على الجسد على الروح من جوة كيف بتبين هاي الملامح لبره على الوش مثل ما هون شايفه بهي اللوحة فيه صلاع نحول تعب مصدوم بالفكرة أو بالخبر اللي هو يسمعه بهذا المرض حبيت ساوي هي كأفكار كأثر وكإضاحات للملحمة عن اللوحة بالألوان اخترت الألوان الترابية واستخدمت ألوان الترابية وطنية لحتى تعطي الأحساس الكتيم تبع اللون والأحساس الغبرة تبع اللون اللي بيطلع على اللوحة تمت مشروعي قلق فكانت محاولة تجديد صعوبات الحياة اليومية من خلال أنه البلور الأشخاص الموجودين محيطين بالبلور المكسر هنا ما ننقادرين أن يعملوا أي حركة ما ننقادرين أن يعملوا أي شيء بنفس الوقت نحن مصابتين بمكانة ما عم نعمل أي شيء فمعرضين لأي لحظة الشيء المستندين عليه أنه ينكسر ونحن أنه نوخه فأنه خدر الإمكان كتعم بزيخدم ألوان زيتية مشروط خروج كان بيحكي عن المنازل أبدية اللي بتعطينا استقرار هو فعليا شيء حالم أنه هو ما فيه هيك شيء بس نحنا كنا نحاول كتعم حاول أخذ هذا هذا الشعور البسيط لأن نحنا بنحسه ولا ولا لحظة ضمن مكان ضمن شيء يكون أبدي ضمن حالات نوعا ما روحانية مشروط خروجي كان هو اسمه تطهير كان بدايته عن شخصيات شبه واقعية بتحكي عن حياة نفسية بدأت بداية الحياة النفسية تبان على الخارج على ملامح الإنسان بداية ومع الزمن صارت الشخصية تتجرد وتتكور على ذاتها لتجردتها رغم كل الصعوبات التي واجهتهم المادية منها والمعنوية لم تلغي الانطباع الخاص الذي أظهرته تلك اللوحات لما حملته من معانن وعواطف إنسانية جعلت كل من يشاهدها يرى جمالة تمازج العناصر اللونية والجمالية في اللوحة لتعطي ارتياحاً نفسياً داخلياً ترجمة نانسي قنقر